في سن صغير بدأ هذا الرجل عصابته الخاصة في شوارع مالمو بالسويد مع شركائه تورط في جرائم خطيرة في جميع أنحاء المدينة من تهريب المخدرات إلى الابتزاز والخطف قام بكل شيء ومع تصاعد النزاع في شوارع مالمو قرر الهروب إلى إسبانيا المشمسة لأنه كان يعلم أنه لم يعد آمناً بعد الآن ولكن لا أحد كان يتوقع ما كان سيحدث بعد ذلك ما بدأ كعصابة شبابية في مالمو بالسويد تحول إلى مجموعة من القتلة الدمويين الذين سينشرون عنفهم في كوستا ديل سول لكن كيف شاب صغير من السويد؟ تمكن من الارتباط بأحد أكبر ملوك المخدرات في هولندا في ذلك الوقت لنكتشف هذه هي قصة أمير مكي ولد أمير مكي المعروف غالباً باسم مكي في السادس من مايو عام 1997 في كوبنهاجن بالدنمارك نشأ في مالمو بالسويد حيث تعرض أمير مبكراً لعالم الجريمة الذي كان يزداد شيوعاً يوماً بعد يوم قد لا تعرف هذا لكن السويد تبرز كالدولة الوحيدة بين 22 دولة في الاتحاد الأوروبي التي زادت فيها حوادث إطلاق النار المميتة منذ عام 2000 في سن صغير بدأ أمير عصابته الخاصة التي كان اسمها مكي قبل أن يصل إلى العشرينيات من عمره هو وعصابته كانوا متهمين في جرائم ثقيلة مثل اندلع نزاع للسيطرة على المناطق في مالمو بعدما تم القضاء على واحدة من أكبر العصابات هناك أدى ذلك إلى صراع بين عصابة أمير وعصابة إيغروب وجيغروب على السيطرة على الأراضي لتوزيع بضاعتهم المثير للاهتمام هو أن العديد من الرجال في العصابات المتنافسة كانوا في يوم من الأيام أصدقاء لأمير لكنهم اختلفوا مع بعضهم البعض بسبب المال والسلطة في السابع من يونيو عام 2018 حوالي الساعة الثامنة تم اختطاف الأخ الصغير لرجل يدعى داني جاي بواسطة عدة رجال بينما كان يمشي بالقرب من منزله طلب الخاطفون فدية كبيرة تقارب مليون يورو لو لم تدفع الفدية كانوا يهددون بوضع رأس الأخ الصغير في ميدان مالمو الرئيسي في قلب المدينة كان داني جاي يشتبه منذ فترة طويلة بأنه شخصية رئيسية في عالم الجريمة السري في السويد حيث زعم أنه كان يهرب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد ليتم بيعها في شوارع مالمو لذلك اعتقدت العصابة أنهم يمكنهم جني بعض المال منه بعد ثلاثة أيام من اختفاء شقيقه الأصغر عثر عليه شخص يتجول في الشوارع وهو مصاب بوضوح تدخلت الشرطة وبعد تحقيق شامل تم تصنيف أمير وعصابته كمشتبه بهم ولم يتم تأكيد ما إذا كان داني جاي قد دفع الفدية أم لا الرسائل المسربة عبر شبكة بي جي بي أظهرت أن داني كان يسعى للانتقام في إحدى الرسائل قال أريد خطف والده ووضع رأسه في وسط ساحة مالمو الرئيسية لأن هذا ما أراد فعله بأخي عندما احتجزه في الثامن عشر من يونيو وجد أمير وعصابته أنفسهم هدفاً لهجوم كان مقهى جالكسي في مالمو نقطة الاجتماع الخاصة بالعصابة في الساعة الثامنة مساءً توقفت سيارة أمام المقهى وخرج شخص من السيارة وأطلق النار من بندقية بدأت الطلقات تتطاير وأصيب أمير في ساقه لكنه نجى لم يحالف الحظ ثلاثة من أفراد عصابته الذين تتراوح أعمارهم بين ولم يتمكنوا من النجاة من الهجوم تم التخطيط لهذا الهجوم من قبل داني جاي على الرغم من أنه كان يريد في البداية خطف أمير إلا أنه قرر في النهاية القيام بشيء مختلف لسوء حظ داني نجى أمير من الهجوم أدرك أمير أنه كان الهدف الرئيسي ومع تصاعد العداء في مالمو قرر الفرار إلى إسبانيا المشمسة حيث استقر في كوستا ديل سول تبعته أفراد العصابة وبدلاً من العيش بهدوء في بيئتهم الجديدة وبدء حياة جديدة واصلوا نشاطاتهم الإجرامية تحولت عصابة أم جروبين التي كانت في مالمو إلى عصابة أو السويديون في كوستا ديل سول ظل أمير الزعيم وأصبح شقيقه الرجل الثاني في القيادة إلى جانب تسعة آخرين معاً استمروا في تهريب المواد من جميع أنحاء العالم إلى السويد وجنوا الكثير من المال لتمويل أنشطتهم على الرغم من أن هذا لم يكن كل ما فعلوا قاد أمير أيضاً مجموعة من القتلة المحترفين الذين يمكن استئجارهم للقيام بالوظائف وكانت تلك المجموعة تسبب الرعب في كوستا ديل سول استهدفت العصابة كبار مهربي المخدرات في المنطقة أحدهم كان كان مهرب كوكايين كبير لكنه كان أيضاً رجلاً لديه ديون مستحقة يجب سدادها مما أدى إلى نهايته المأساوية كانت العلامات واضحة أنه كان رجلاً مستهدفاً لم تكن هذه تصعيداً مفاجئاً بل كانت التهديدات ضده تتزايد مع مرور الوقت على أمل إجباره على سداد ديونه أولاً أرسل أمير شخصاً لقيادة سيارة جيب مسروق إلى صالة ديفيد الرياضية في سان بيدرو دي ألكنتارا وبعد ذلك أشعلت النار في السيارة وبعد فترة قصيرة احترق مقهى الشاطئ الخاص به الذي كان يدعى الجنة والذي كان يمثل شراكته مع عمرو أمر بات لكن الأحداث لم تتوقف هنا بعد احتراق المقهى وجد عمرو أمر بات ميتاً بجانب صديق له داخل سيارة فيراري محترقة في دبي ورغم أن السلطات اعتبرته حادثاً عادياً إلا أن هذا كان بمثابة تحذير نهائي لديفيد مما يشير إلى أن الأمور قد تتصاعد بشكل خطير حذرت الشرطة الإسبانية ديفيد قائلة نحن قادمون إليك هل هناك شيء تود إخبارنا به؟ لكن ديفيد تجاهل التهديدات على حياته رداً على ذلك بقوله لكنه سيثبت أنه كان مخطئاً في الثاني عشر من مايو عام 2018 يوم أول قداس لابنه بينما كان الرموس يتوجه إلى سيارته الأودي بعد مغادرة الكنيسة مع عائلته اقتربت منه دراجة نارية في غضون لحظات اخترقت خمس طلقات نافذة السيارة صامتة مارادونا إلى الأبد بينما كانت عائلته أيضاً جالسة داخل السيارة عند مزيد من التحقيق اكتشف ضباط من وحدات المخدرات والجريمة المنظمة أن عصابة أمير كانت قد حاولت قتل ديفيد عدة مرات من قبل وجميع المحاولات فشلت لهذا السبب اختاروا قداس ابنه الأول كفرصة مؤكدة لضمان نجاح العملية لكن لم يكن ذلك هو الاغتيال الوحيد الذي شاركت فيه لوس سويكوس بعد عدة أشهر في العشرين من أغسطس عام 2018 كانت العصابة متورطة في القضاء على رجل يدعى صوفيا محمد المعروف في الشوارع باسم زوكاتو تم استدراجه من منزله من خلال مكالمة مخادعة ليقابل قاتلاً مقنعاً على دراجة الذي أطلق عليه 9 طلقات في نوفمبر عام 2018 بدأت المشاكل تتزايد بعد الاغتيال الذي تعرض له صوفيا محمد أرادت الشرطة الإسبانية القبض على جميع أعضاء عصابة لوس سويكوس قبل أن يتسببوا في أي ضرر آخر في شوارعهم لذلك قرروا العمل مع الشرطة السويدية من أجل القبض على الأعضاء بعد شهور من التحقيق تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال خمسة رجال من العصابة التي وصفتها بأنها الأكثر عنفاً التي شهدتها جنوب إسبانيا كما تم اعتقال أربعة رجال آخرين في السويد بعد اعتقالهم قالت الشرطة الإسبانية إن الرجال كانوا ينامون في منازل مختلفة تقريباً كل يوم ويتخذون العديد من الاحتياطات الأمنية للبقاء بعيداً عن أيدي الشرطة لكنهم فشلوا في النهاية ومع ذلك لم تكن مهمتهم ناجحة مئة بالمئة حيث تمكنوا من القبض على الجميع باستثناء هدفهم الرئيسي أمير وشقيقه كان من المعجزة أن أمير تمكن من الهروب من مداهمة منزله في الرابع عشر من نوفمبر على الفور فر إلى دبي باستخدام جواز سفر مزور وهناك يزعم أنه أصبح رجل المال لردوان طاهي كان ردوان طاهي في تلك الفترة هو أكثر المطلوبين في هولندا وليس من الواضح كيف التقيا أو جاء في اتصال يقال إن أمير ساعده في غسل عائداته من الاتجار بالمخدرات باستخدام عدة بطاقات هوية مزورة عاش أمير حياة جيدة في دبي الفاخرة لكن القليل من الأمور تمر دون أن يلاحظ أصبحت السلطات على دراية بأنه دخل البلاد بشكل غير قانوني وقررت تتبعه في البداية كان الأمر صعباً لأن أمير استخدم هويات مختلفة وأدى وظيفة جيدة في البقاء تحت الرادار ولكن بعد ذلك تمكن المحققون من التقاط لقطات له وهو يتخلص من القمامة خارج مسكنه مما كشف هويته على الفور في الثالث من يونيو عام 2020 داهمت قوة المهام في دبي مسكن أمير واعتقلته دون أي مشاكل زعيم مجموعة M وعصابة لوسويكوس ورجل المال لطاهي كان قد تمكن من البقاء بعيداً عن أيدي الشرطة لسنوات لكنهم تمكنوا في النهاية من القبض عليه كانت إسبانيا والسويد تودان اعتقال أمير حيث كانتا تسعيان لمقاضاته بتهم عدة تتعلق بالاغتيالات والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال تم تسليمه إلى إسبانيا بعد فترة وجيزة من اعتقاله وجه المدعي العام الإسباني صعوبة في جمع جميع الحقائق لبناء قضية قضى أمير ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي في إسبانيا وكان من المقرر أن يطلق سراحه قريباً جددت السويد اتهاماتها ضده وقررت إسبانيا تسليمه مرة أخرى إلى بلده الأم في أغسطس عام 2023 حتى لا يغادرك الرجل الحر قال ميخايل نيلسون ممثل أمير إنه ينفي جميع الاتهامات لكن المدعي ليزا أبرغ تدفع من أجل المزيد متجاوزة اتهامات المخدرات حيث تلمح إلى إمكانية إضافة مخالفات أسلحة أيضاً كانت هذه هي قصة أمير مكي حالياً يبدو أنه سيقضي فترة طويلة جداً خلف القطبان في السويد وربما في إسبانيا في النهاية أيضاً آمل أن تكون قد استمتعت بالفيديو كما هو الحال دائماً إذا أعجبك يرجى ترك إعجاب وتعليق ومشاركة أفكارك وتأكد من الاشتراك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل